مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثامن في درس جديد من دروس مادية التربية الإسلامية درسا من دروس الفصل الدراسي الثاني بعنوان من نعم الله تعالى على خلقه في تفسير صورة النحو من الآية الثامنة والستون إلى الآية الثانية والسبعون الجزء الأول ماذا تتوقع أن تأخذ في هذا الدرس؟ الهدف الأول أن تتلو عزيزي الطالب الآيات من الآية الثامنة والستون إلى الآية الثانية والسبعون من صورة النحو تلاوة سليمة الهدف الثاني أن تبين عزيزي الطالب معاني المفردات الواردة في الآيات بيانا واضحا الهدف الثالث أن تفسر الآية الثامنة والستون من صورة النحو تفسيرا صحيحا والهدف الأول معنا وهو أن تتلو عزيزي الطالب الآيات من الآية الثامنة والستون إلى الثانية والسبعون من صورة النحو تلاوة سليمة هذه الآيات ويمكنك الرجوع إلى الـ QR Code الموجود عندك في أعلى الصفحة فهيا بنا نستمع إلى الآيات في تدبر وخشور وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أغذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون بعد ما استمعنا إلى الآيات فهيا بنا نبين بعض معاني المفردات والتراكيب الواردة في الآيات بيانا واضحا الكلمة التي نريد أن نبينها مظللة باللون الأحمر معنى كلمة يعرشون أي يبنون أحسنتم معنى كلمة ذللاء أي مسخرة أو ممهدة أحسنتم معنى يتوفاكم نعم يميتكم معنى أرض للعمر أحسنتم أضعف العمر وهو الهرم معنى يجحدون أي ينكرون نعم الآن هيا بنا نتناول تفسير الآية الثامنة والستونة استمع إلى هذه الآية في تدبر ثم أجب على الأسئلة التالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ولما يعرشون ثم كلي من كل السمرات فاسلكي سبل ربك ذلنا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون بما امتن الله تعالى على عبادي في هذه الآية أي من نعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا في هذه الآية إمتن الله تعالى على عباده بواسع فضله وعظيم نعمه حيث يخبرنا تعالى أنه ألهم النحل وعلمها كيف تخرج لنا العسل إذن من أين يخرج العسل؟ نعم أحسنتم يخرج العسل من النحل قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون قم بتدبر الآية السابقة وأجب على السؤال التالي أين تتخذ النحل بيوتا لها؟ سأقوم بمساعدتك نعم أحسنت من الجبال ومن الشجر ومما يعرش الناس أسقف المباني أحسنت هيا بنا أعزاء الطلاب نقوم بحل بعض أسئلة التقويم الهام السؤال الأول بيّن معاني المفردات والتراكيب الآتية يعرشون ذلولا أرض للعمر يجحدون ما معنى كلمة يعرشون؟ نعم يبنون ذلولا أي مسخرة أو ممهدة أرض للعمر نعم أضعف العمر وهو الهرم يجحدون ينكرون أحسنتم أعزاء الطلاب الواجب وواجبك في نهاية هذا الدرس أن تبين الثلاثة أماكن التي ألهم الله تعالى النحلة أن تتخذها بيوتا لها وإلى اللقاء في الجزء الثاني من هذا الدرس وفي النهاية نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة